ثم قال سبحانه وتعالى وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ أي من المنافقين لا تصلي على أحد منهم مات أبدا وهذه الآية لها قصة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عبد الله بن أبي بن سلول جاءه ابنه عبد الله عبد الله بن عبد الله ابن أبي بن سلول هذا صحابي جليل وأبوه رأس المنافقين يخرج الحية من الميت عبد الله بن عبد الله عبد الله الإبل التقي المؤمن الصحابي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لو أعطيتنا قميصك نكفن به أبي هو حزين على أبيه هو يعلم أن أباه كان رأساً في النفاق بل هو الذي واجه أباه كما مر بنا لما رجع النبي من غزوة المريسيع وكان قد قال الخبيث لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن لأعز منها الأذل فوقف ابنه عبد الله في وجهه قال أنت الذي قلت لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن لأعز منها الأذل والله لرسول الله الأعز وأنت الأذل يقول لوالده يقول رسول الله هو الأعز وأنت الأذل والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أموت أو تموت ما تدخل كيف تتكلم على النبي بهذا الكلام صلى الله عليه وسلم فهذا الابن يعني أخذته الشفق على أبيه خاصة وأن أباه يعني صحيح رأس في المنافقين لكن هو يظهر الإسلام هو يظهر الإسلام فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشعره قميصه يعني أن يأخذ قميص النبي ويلبسه أباه أعل الله تبارك أن يغفر له فأعطاه النبي قميصه وقالوا إنما أعطاه النبي قميصه لأنه في غزوة بدر وذكرناه لما ذكرنا عن سورة آل عمران عن سورة الأنفال في غزوة بدر لما كان الأسرة من قريش كان من ضمن الأسرة العباس أم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجدوا له قميصا يناسبه فأعطاه عبد الله بن أبي بن سلول قميصه فالنبي لم ينس هذا لعبد الله بن أبي بن سلول قال يا رسول أتصلي عليه قال نعم قال إنه منافق هو الذي قال لا يخرجنا لعج منها الأذل هو الذي قال سم من كلبك يأكلك هو الذي فعل هو الذي ترك هو الذي كذا هو الذي كذا يعدد له ما فعله عبد الله بن أبي بن سلول ثم أليس قد قال الله تبارك وتعالى لك استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خيرا يعني على التخيير فشد ثوبه من عمر وصلى عليه صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تبارك وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره فجاء التشريع من الله تبارك وتعالى في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على غيره بس صليت عليه لا تصلي على غيره إذا علف نفاقه وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أن سر النبي صلى الله عليه وسلم عند حذيفة وكان يقال له صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم فبعد وفاة النبي صلوات ربه وسلامه عليه ينظرون إلى حذيفة إذا مات أحد ينظر صلى عليه حذيفة إذا رأي حذيفة يشوفون إذا صلى عليه حذيفة صلى عليه إذا لم يصلي عليه حذيفة لا يصلون عليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى له أسماء المنافقين الذين كان يعرفهم صلوات ربي وسلامه عليه قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره لا تدعو له عند قبره لماذا قال إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون لهذا السبب لا تصلي على أحد منهم مات أبدا نقف هنا والله على وعلم أصلى الله سلام وبركاته